جويليا 2021 عصامة الدردوري أنت كنت حاضر في الحياة العامة في تونس سمحني محمد أنت سألتني سؤال وإذا نجوبك اللي حتى في جبل نعطيك الكلمة بعد قليل دونه صالحة لكن خلي ناخذ عصامة الدردوري عشر سنين يعني كما الوزارة عانيت أنت عانيت عصامة الدردوري عديد القضايا عديد الشكيات عديد الملاحقات القضائية لماذا؟ لتصريحاتك لمواقفك لجملة من المعطيات كنت تكشفتها في وقت ملاقات حول اختراقات وتلاعب وتوظيف لهذه الوزارة وبحلول 25 جولي 2021 وعود التوفيق شرف الدين على رأس هذه الوزارة هناك من يعتبر أنه آن الأوان لفتح الملفات الخطيرة فما يكون قايض بها فما يكون ساون بها سياسيا فما يكون خاف منها وما حبش يحلها في تقديرك هل انطلق هذا المسار تصحيح الوضع داخل وزارة الداخلية إعادة وزارة الداخلية لوضع طبيعي يكون في خدمة الدولة موش في خدمة الأحزاب السياسية موش في خدمة بعض رجال الأعمال موش في خدمة بعض الناس اللي تحب تستغل هذه الوزارة في مقارب لا علاقة لها بمفهوم الأمن الجمهوري ما يقوم به توفيق شرف الدين بداية فتح ملفات خطيرة عيسى مدردوري نعقب ساعة لكلام السيسالح في علاقة بنقطة الإحالة على التقاعد الوجوبي مهم جدا وأنا كان لرأي في هذا السياق ومتمسك به اليوم وغدا والموقف القديم متجدد لأنه فرضته لتجدد الأحداث أنا شوف سي محمد هو من ناحية القانونية يعني قرار الإحالة على التقاعد الوجوبي بالنسبة لأيطارات وأعوان وزارة الداخلية مثل ما نص على ذلك قانون عدد سبعين كما قلت لك المنظم لعمل قوة المداخلي القرار هذا يتم اتخاذه من طرف السيد وزير الداخلية يكفلوا القانون أن يخوا قرار الإحالة على التقاعد الوجوبي وباستشارة إما مجلس التأديب أو المجلس الأعلى للأمن وهذا يشوفنا تقريبا أنه سيد وزير الداخلية والوزارة الداخلية تصدر بلاغ ديما تقول أنها بثت في مجموعة من الملفات المتعلقة بالتقاعد الوجوبي هذا من حيث الناحية القانونية والنقطة الوحيدة اللي تقريبا نص عليها القانون لأنه تعرف القانون يقول لك النص ثم النص ولا شيء غير النص بصريحة العبارة هي مصطلح التقسير وردة عامة الكلمة في علاقة بالأسباب اللي تنجم تخلي السيد وزير الداخلية يحيل ناس على تقاعد الوجوبي اللي هي مصطلح التقسير مصطلح عام وشامل به بالنسبة للرأينا في المسألة هذه أنه التقاعد الوجوبي أنت تعرف أنه كانتنا تجربة نحن كولد المؤسسة الأمنية مع التقاعد الوجوبي فترة ترأس وزارة الداخلية من طرف القاضي فرحات الراجح وتم اتخاذ قرارات في حق عدد من الإطارات الأمنية والإطارات الأمنية هذه يعني في الفترة هذه يعني قيل فيها ما لم يقل يعني شيء الكثير وناس يعني للأسف للضرر فقط ما عاشتوش الإطارات الأمنية هي في حد ذاتها عاشتوا عائلاتها وذي كما نقوله ما يحس الجامرة كان ليعفاسها نحكيه بالعام يعني 42 إطار أمني هذوك أغلب تقريبا الإطارات الأمنية هذوما اللي باستثناء اللي مرفعش اللي متعنش في القرارات هذه في المحكمة الإدارية ربحوا الأحكام تاحهم وما زالوا لليوم ينتظرون وهي فرصة بش نطالبه سيد وزير الداخلي نلتمسوا منه باعتباره رجل قانون أنه يمشي في تنفيذ القرارات صادرة على المحكمة الإدارية ورد الاعتبار لأنه مرتبطة بعملية رد الاعتبار لمن نكّل بهم على امتداد سنوات هذه نقطة يعني أحنا عدنا تجربة وتجربة مريرة لأنه اللي عيشوا زملائنا نعيشوها أحنا وتقريباً نحنا على تواصل بهم ونحسوا اللي يحسوها اليوم ما نحبوش أحنا مع المسائلة ومع تحديد المسئوليات وإحنا دعاة هذا ومش اليوم سي محمد تعرف أنت بكري حكيت على الملاحقة والتتبعات اللي عشتها عشتها في علاقة لكشف عديد الملفات والتوجه إلى الجهات الرسمية لأنه ملفات ما كشفتاش على طريعة الطريقة أنا ما صبتش به مشيت للجهات الرسمية وشي اللي قمت به ما عجبش حتى ناس داخل المؤسسة الأمنية ونزيدك الزيادة فيما يكون منه إلى اليوم ما زال متواجد وفي مراكز قراء به يعني أحنا من حيث المبدأ مع تطبيق القانون نطالبه وإحنا اليوم معاه أنه تكون هناك التوفق في كونه تكون المعادلة سليمة وما يكونش فيها اختلال لازم يكون فما تطبيق القانون بدون ما نسكته في فخ التشفي لقدر الله أو يعني الحيف والجور عسامة جردود علش نغطيه عين الشمس بالغربال من تم إحالتهم على التقاعد الوجوب فيه لشين وحدش تحسبوا على أن هني جيتك الناس الجلدين اللي ساهموا في التعذيب ولي كانوا من منظومة أمنية فاسدة ومن أحيلوا على التقاعد الوجوبي اليوم عند الرأي العام هما رجالات النهضة هني جيتك هما رجالات الموازي هني جيتك اللي كانوا يخدموا في وزارة الداخلية تعليق باه احنا قلنا أنه ناس اللي اللي يعني تم إحالتهم على التقاعد الوجوبي بعد الفين وحداش ناس يعني اليوم تم رد تحكملها في المحكمة الإدارية وناس يعني رجعت هش في حياتها العادية واليوم ناس تنتظر في أنه يتم رد هذي حكينا فيه علشي أنا رجعت لك بالذاكرة لنشط في ومضة وراء أي بش الناس زادت تفهم علشي أحنا ندافعوا على فكرة تكريس يعني مفهوم تطبيق القانون بشكل جذري وبعيد عن تصفيت الحسابات مع أي كان علشي لأنه في النهاية فما عديد الأسماء اللي اليوم اليوم تم إحالت على التقاعد الوجوبي أنا أكد لك أنه الأسماء هذه ملاحقة قضائيا فما ناس عندها ملفات باي لكن أحنا ما نحبوش أنه انحيلوا ناس على التقاعد الوجوبي تفهم فيها وبدون شخصنا ما نحبوش انحيلوا ناس على التقاعد الوجوبي فقط لمجرد أنه حناهم على التقاعد الوجوبي لا العملية ما هيش عملية بالسهولة هذه كان إنسان تم اتخاذ فيه إجراء تأديبي من نوع هذي رأي ناس زادة تكونت في الدولة وصرفت عليها مواسطة الدولة وناس عرفت خفايا وخبايا عمل أجهزة الدولة وناس اتمكنت في مركز سمحني لحظة سيد هذا يطاعتك كان منتصب في سنة الخاص ويعمل لفئة حزب سياسي مش يخدم في الدولة الناس اللي اليوم هذو ما تم إحالتهم على التقاعد الوجوبي احنا كنا ونطالب كذلك من هذا المنبر من يثبت أن الإحالة تمت بناء على وجود ملفات ملموسة وثبتة وتحتوي على كل قراءة الإدانة نحن مع تطبيق القانون بكل سرمة بل أكثر من هذا نحن ندعو إلى ضرورة توجيه الملفات إلى الجهات القضائية حتى كان ما هيش موجودة وكان فما ملفات موجودة نحن نطالب بتسريع البد فيها لأنه راهي المسألة مربوطة زادة كما قلت لك أنا راني إنسان موضوعي نجم نكون عندي إشكاليات كبيرة مع ناساتهم في جزء منهم لكن أنا إنسان اليوم للتاريخ ما نحبش تحسب على كوني اليوم قاعد جزء فقط عندي منطقة متى تشفي أو شخص سامحني المسألة عامة من إش هربت من لب الموضوع؟ من إش هربت يا ياسي محمد؟ من أحيلوا على التقاعد الموجوبي مؤخرا فيهم رجالات للنهضة فيهم رجالات لأحزاب سياسية أولا فاهم هذا موجود لحظة خلو نكملك يعني توفيق شرف الدين مو حق في هذا القرار؟ خلو نكملك أن يجيك للقرار أنا زادة هو قرار وزير الداخلية ما تنساش اللي هو رئيسي في العمل لحظة أنا بالنسبة لي اليوم لازمني كي باش نقيم الأمور ما نقيم هاش من منظور المنظور الأمني البحث أنا نحكي لك إنسان يعطي فيه رأي بالنسبة للوزير الداخلية القرار كفل هو القانون إنه يخذ أما أنا شنوة اللي يخول لي القانون زادة كمنظمة وشريك فاعل في عملية الإسلاح لازمني نكون يخول لي أني ندافع كما دفعت وما زادت بش ندافع على حياد المؤسسة من كل توظيف أنا نقول اليوم وندفع للأمنيين الكل بما فيهم فهم مش كونة حالة تقعد الوجوبي أنا نقول اليوم راهو اللي عنده ملف ولي ثبت تعطيه هو تعامله مع الجهات معينة أو أشخاص نازم الناس هذوما يتم مسائلتهم وتحديد المسئوليات وما يلزمه شفهمني راهو طوخي بش تعاله تقعد الوجوبي ياخو فيه شهرية وكذا واحد وغدوة ها بش نعطيك الأخطر أنا فهم مش كونة حالة تقعد الوجوبي في من القائمة منتاع 42 خفهم قضية منشورة في الواحد كان صدقني ربي في قتب الرهاب على أساس أنهم عملوا دورات تكوينية للمجموعات متاع ليبيا فاق عبد الحكيم بالحاج وقت اللي يعلموا فهم فيه السليب متاع كل اللي يقري وفهم في الدروس وكذا يعني يا محمد اليوم خوي الغالي أنه الناس هذية كان بش تخرج وما تحسبهاش بالقانون وما تقولوش رك أخطأت وتخلي القضاها هو ليفصل شنو يصير السايد هذي اليوم غدوة يولي عرضة للاستقطاب أنت في بالك خرجتهم الوزارة على أساس بش تطهر الوزارة وتنظف له أنا معاك آما أنه تخليها كاكة موجود يعني مسايد غدوة ناجم يدخلك في حزب غدوة يولي ناجم يعطيك أسرار الدولة وغدوة ناجم يتيح فيه أجهزة استخباراتية أجنابية كان إنسان عامل عليش ما نحاسبهوش بالقانون هذي من حيث المبدأ لا هو قبل لذي سمحني عصام خلي خليني مسألة مهمة جدا أنتي تحيل على التقاعد الوجوبي بيموجب بيموجب ماذا تحيل على التقاعد الوجوبي بيموجب تقصير مفهماش في النص اللي يخرج على إحالة للتقاعد بيموجب إخلال أمني لا لا هو هو تقصير تقصير نص عليه القانون لا قانون نص الإحالة على التقاعد الوجوبي مسألة ماش في النص اللي يخرج من وزارة الداخلية فلان فلان يحالة لا هذي قرارات أنا ما طلعتش على القرارات اللي يمكنهم من على الحقيقة ما شفتش قرار ما فهماش هذاك عليش تعرفش عليش تعرفش عليش تعرفش كلك عليش فهما زيان بآخر يموهم جدا في مستوى المعلومات هذي معلومات أنه أغلب تسعين في المئة من الوقاية حالتهم على التقاعد دي جاموا جمدين في الداخلية ما هو مش في طور العمل ما هو ما غير حتى مسؤوليات اسماء عديدة يا سي سالح يا سي سالح يا سي سالح لا موزادة مجمد لكن يخدم تحت الحيت يخدم زادة منتصب لا حساب متعملنا لا 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 يا سي سالح لا 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 يا سي سالح يا سي سالح يا سامدردوري في محطة شكون مش هسافيري أنا جيتك أخذل خي كلملك يا سي محمد رقعت من بكري تو أنت عتيتني سؤال تقريبا مفخخ ملغم السؤال فيه أربعة ولا خمسة تفرعات خانجيوبك ماشي من بعد حتى سيد المستمعين لا موصر لي خطر قضية الأمنية أوسع بكثير من قضية الحالة حاني بشنجي لا لا اعتيتها ارائي أنا مو مهم نعتيها لا موطولنا فيها برش على حالة تعقاد خليني قدموا شوية بالنسبة انه للي قاعد بالنسبة للي قاعد يصير اليوم اللي قاعد يصير داخل المؤسسة الامنية قلت أنت هل أنه اليوم عملية انت لك حقيقية انا راه اليوم إنه مثلا شوفنا إنه فيما ناسي قرارات اللي قاعد يقوم به سيد وزير الداخلية مثلا في قانون في الأمر عدد عدد خمسين لسنة ثمانية وسبعين المتعلق بالإقامات الجبري يقول لك راو هذي راو مخالف للقانون وكذا بالعكس هي مسألة قانونية بامتياز هو معناها إجراء إداري معمول به وأكبر دليل أنه كما قلنا قبل أنه اللي كانوا في السلطة ما لغاوهوش دونك اليوم لقاه بش يخدم به به أما هاو بش نقول لك حاجة لأنه أنا ما ليش مبرر في اللي يقوم به الوزير لأنه الوزير أكيد عنده ما يفيد وما يبرر وما يخول له اتخاذ ذلك القرار لأنه هو غده بش يدافع على الخيار اللي إخذاه والقرار اللي إخذاه لكن اليوم زادة وقت اللي تلقى ناس أنه من ضمن الناس اللي تشملت بالقرارات هذه وفي طال العملية ذي محلتها طبع في قضايا ذات سبغة إرهابية منشورة اليوم ربما فاما معطيات والأكيد أنه فاما معطيات في علاقة ما كنتوا منها الأجزة الاستخباراتية أنه وجود الناس هذه وتحركها بكل حرية ينجم مثل اختر على الأمن العام والنظام العام وبالتالي وجود ضرورة اتخاذ تلك الإجراءات هذه من نجمش أنا نحكم فيه اللي نجم نأكد عليه أنه اليوم السيد وزير الداخلية توفيق شرف الدين أمام فرصة تاريخية باعتباره كذلك رجل قانون هو محامي محامي متمكن أنه اليوم لابد كونه يقع وضع القطار على السكة الحقيقية لإصلاح المنظومة الأمنية وإصلاح المنظومة الأمنية لابد بالضرورة أن يكون من خلال تقويث الترسانة القانونية البالية التي تكبل كهل التي تجتم على كهل الأمنيين وتكبل الأداء الأمني بالتالي احنا اليوم كذلك كيف كيف الناس كل نطالبوا ما زلنا بش نطالبوا بش نتواصلوا مع سيد الوزير الداخلية أكثر لأنه اليوم عدنا عديد الوضعيات لكن دي ما يبقى عملية الأصلاح الهيكلي والقانوني وعلى مستوى التكوين والتأهيل وغيره هذه أولويات اليوم وزيرة الداخلية ما احنا مزلنا نعرفه ما هوش عدوش برشة من اللي يرجع الوزارة لأنه زاد رجع على بعد ما تم إعفاءه منها زاد بشكل ما ما يليقش اليوم نشوفه ونطالبه أنه اليوم لابد من فتح ومواصلة فتح الملفات ولابد أنه القانون يتطبق على الناس الكل اللي يخدم في الإيسار كل اللي يخدم في اليمين هذا هو يعني ما بالنسبة لنا موقف تكسح عسام الدردوري تو نرجع ربما بأكثر تفاصيل في علاقة بجملة الإجراءات والقرارات الأخيرة لأنه رجعتنا لقلب الجدل السياسي والحقوقي في علاقة بدور وزارة الداخلية اليوم في هذا المسار مسار ما بعد 25 جولي 2021 صالح عطي عسام الدردوري يقول لك المشكلة اليوم قانوني صرف ولهذا يجب إصلاح المنظومة القانونية القرارات اللي إخذاها توفيق شرف الدين وزير الداخلية هي قرارات قانونية الإقامة الجبرية مسألة قانونية ليس مسألة خارجة عن القانون وبالتالي الحديث عن عودة شبح الدولة البوليسية هذه مجرد فزاعة شوف لقامات الجبرية تنتمي إلى قانون متخلف الأمر متاع 78 ما نساوش وذي قانون متخلف ما مليقش بالدولة التونسية اليوم ما مليقش بالنخبة التونسية اليوم ما مليقش بالمؤسسة الأمنية اليوم تمارس القانون لذي وتستخدمه وامس القريب رأوسي نحن تسؤاله على اليوم أنا جاوب فيه على اليوم أنت باعت قول الأمس القريب أنا نعتقد للإقامة الجبرية سهلة بسيتها حتى بالقانون أنا حاجتي بعصام لنحطه في الإقامة الجبرية الأستاذ عصام نهزه من داره نحطه في الإقامة الجبرية أو نفرض عليه إقامة الجبرية في داره اختطاف الناس كما ليقاع مع الأستاذ البحيري سامحني موش موشي قامة جبرية لك اختطفوا شخصا بتلك الطريقة البشعة اللي مطلقش بالامل وبالامنيين ولي محرجين بها امنين نعرف برش امنين محرجين البالة انا في المحكمة انا حكيهم بعد على قضية كنت عندي في المحكمة خارج يعرضني امني خلي انا لا يليقوا بيه اللي شفت وذاك ما منما سامحني ما تقول اختطاف نحكيه على واقع انت اختطاف واقع ايه معناه انسان يسنوه قدام باب الدار يخرج يطلعوه في الكرة بيقولوا لو طلعك ما يمتثلش اشنوه يعمل ما بيش يقوله تفضل معايا ولا بيش ولي يقتده لا هذي وموثقة موثقة سوت وصورة لا لا ما شفناش موثقة خلي نتورينا وزارة الداخلين موثقة انا اللي كبيري حسب علمي الوزارة دافع على روح عمالي كبيري موثقة لا 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 حتى نحن عنا العلم العلم ايه معناه الاختطاف مساهل بكل معنى كلمة اختطاف وهزانو البنزرت في مكان ما مدركفاش ما هوش معناها مكان ما عدوش على قبل ساعة راو حكاية البنزرت هذيك والمشية اللي يمشيوها غالطة لانو تعرض حتى حياة الشخص اللي اختر وفي القانون موش بل التتبع لانو تتبع شكول الناس اللي مشاتوا وكشفت المصدر التاع الواحد والهجمت على مركز منزل جميل وعرضوا حياة الامنين محمين اذوكم محمين لا هي محاكي محمي سمعني لا هي محمي زاد يهجم على مركز خليني كما ريواتي تقدر خليني كما ريواتي ودخلت في هاد الاخر انتي طوي نجيوها حكيت المحمين نجيوها انا نحكيلك هزانو هو مشي اللي يمشيو البنزرت ومشيو المنزل جميل والمركز طالبوا باش يمشيو يزوروه مطال ما مشيوش هاو مكنوهم قالوا لم تمشي زوجتو نحكيلك هو ما علش مشيございます. الموضوع اخر النا احكيلك هزان في بنزار تلويه وتسفي في دار وفي غابة سمح لي في غابة كما حقا اللا شك이다 في غابة قال في غابة قل في غابة وتخلى في غابة هعني انقاو ألغط ونغاوه درا لا تحكيلك على وتقول لي consoles الموضوع لي تخطف سمح لي سن من الكاملن Builder ما تكون سامحني ما كتقول اختطاف والراجل تقول لي تعطيقها انا وصر عليها بالاحمر. لا راوا تارف سامحني تارف الاختطاف معناها. راوا الاختطاف. انهز انسان. نحزو. ونفك له تليفونه. ونخبيه. ونكتف. سامحني. ونكتفه. وكذا. اما اني نهزه. شو مكتفه. اسمعني لاح. لا لا لا. انهز له عميد المحامين يزوره. ونكلم زوجه وانهز له الطبيب. هذا اختطاف. لا لا لا. اختطاف شيء. وما حصل لن بعده شيء اخر ما دخلش هاته في هاد. شو انا عايت لعميد المحامين بش نغطي الاختطاف. ما شو. ما كنا يلزم له يا يزمي. لا. هو عايت العميد المحامين بش يغطي الاختطاف ويعطيه مشروعية. زي ما انا ما اختفت شوك هزي تحطيته. عليش تسفيه اصلا ان انتي. هزو حطو في دارو يقام الجبرية. ماك عملت لو وزراء قبل. لا القانون يخول له هو يعمل ذاك. لا. اخي سامحني يا سي سالح اخي الناس اللي حتي تهم او تحقش سامحني. اللي حتى ميوسف الشاهد في عهد وقت النهضة تعطو موسي نوردين البحيري يقول في كلمته بالشكال والعقال. اخي هزوهم للفي اي بي هزوهم للسانكيت والا. تيمو هزوهم لبلايش فيما يتكلم حد. عطيني نوردين البحيري تكلم عليها. عطيني شكون هزوهم لبلايش. عطيني سمينا. سمينا. يا عم سيدي نحتيك انا كبرداني. اي اي. حتى واحد يابلو بلازة ما يعرف. عليش? لانه وقتها كان مصير الناس هذيك ما يهم حد. اما اليوم كي ولا نردين البحيري. ولا تفهم دي العملية اختطاف ولا كذا. لا. اسمعني اسمعني. ما لنشي شخص في العملية. انه انت يجبت لي قامل جبري اعتدك مثال. هاي. مثال ما تقوليش يقامل جبري. لا لا لا. القانونية. لا نحكيه على قضايا ارهابية. المعطيات اللي قدمها وزير الداخلية في النقطة الاعلمية على غاية من الخطور. لا لا لا. وزير الداخلية يا سي محمد وزير الداخلية ما هوش قاضي. باش يجي يقول سي محمد اليوسفي عمل وعمل وعمل. هو عنده قضاء. عنده ملف. يزل ملف القضاء. خلي القضاء يقول هذا رهابي ولا مش رهابي. هو الملف. هو ملف على ذمة القضاء. سمحني. لا انا ما سماش. الى حد الناس. لا لا لا. سمح. سمحني عايش خوية. اذا الكلام متاع عميد المحامين. قال الى حد الان منذ اول امس. لا وجودة لملف يودين ومنوردين البحيرة. مشكلة ميانة. يعني توفيق شرف الدين انحرف بدور الوزارة. طبعا. دور الوزارة سيترودي. اما انا نقول انحرفة باليقامة الجبرية. اليقامة الجبرية ما تمش بتلك الطريق. وانحرفة بقرارة اخرى. لحالة على التقاعد الوجوبي. يعني تحيل في ناس وما بيدهم متقاعدين بين ذفرين في داخل الوزارة. وفيهم اللي عنده برويت في بلاي سخرين يقرى في الجرائد كل يوم. تحب تحيل على التقاعد الوجوبي. كما قال سيئة اسلام. ثم قانون في هذا. يثبتوا هذا الموضوع. وقول لنا لش حالته وانت ساع. اذا حالته من باب التقسير. قلنا التقسير في اي مجال. نحب ونعرفوه. لانه هو قصر فيه. قصر في داروه. قصر في المؤسسة الامنية. اللي تحمي فيه وتحمي في التوانسة. وامن لبلاد وامن المؤسسة وامن علاقاتنا الدولية. وراه المؤسسة الامنية عنده وهو مسؤول فيها. هذا يفترض يحاكم بتهمة الخيانة العظمى سي سالح. طبعا. وانا مع هذا. هزمي لف. واعطيني شيء الخيانة العظمى. وقدم الناس المحاكمة. وخليلوا. لا نريدوا سمعني سعيصام. لانه من حقق قرينة البراءة دي ما موجود. محاكمة العادلة. يتعمل على المحاكمة العادلة. يتعادل على محاكمة عادلة فيها محميل وفيها كل شي. نحن نحكيه اليوم خوي على دولة القانون. دولة القانون تقتضي القضاء. اللي يجاوز القضاء. وليقفز. شو معناه رئيس الجمهورية يقف يقول انت درا شنو هذا سارقه فاسده وعمله وعنا دليل تتزويره دليل. حبيبي انت رئيس الجمهورية ولا انت وزير الداخلية ولا انت وزير الفلاحة. ما دخلك تحت في 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 التهم للناس. مزور ودرا شنو. كيفاش يخل جذاكا بعد. اذا يطلع شي ما بي. عشور وساسمه الاخر الزوز اللي تشده في عهد يوسف الشات. بل يذكرني بسميمة عباد عشور وصحب العجيلي. شنو يصاب العجيلي سمحي. التحية لهم الزوز. يعني شنو يتقال فيهم اذوق. ما لم يقولوا ما ليكون في الخمرة كما يقال كما يقول مثل. لكن سمحني سمحني. وخرجوا اطفر. في الوقت اذاك فابريك الملفات وخدمتها. كان والله تطبيق قانون اما ياسي يا عسام انا نحكي في هذا. كيفاش تشده. انا نحكي كيفاش تشده وذومك. يتشده وذومك تشده بتهم رأي غريبة وعجيبة. خيري يقولوا اختطفوا الدولة. يا ولدي اختطفوا الدولة التونسية ذوم اختطفوا الداخلية واختطفوا الامن والاستخبارات وكذا. ايوم بعد. ده لازل مع عندهم حد شيء. ضر مع عندهم حد شيء. ايوم بعد. بابا انا مكيدو اللي دبر المكيدة لا يزالوا الى اليوم الناس يكون لك حاجخرة حتى في الاعلام من استدعاهم ذوم في الاعلام. باش يقولوا اللي يجرى معانا كذبة كبيرة ومعانا حتى يقولوا تلفيق لا 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 هما هما رفضين الظهور الاعليم. لا وفي السياقة ذا انا نحب بربي في السياقة ذا لتاريخ. موقف كان مشرف موقف في ناسي محمد لتاريخ. موقف مشرف كان لنقابة موظفية لدار العامة لوحدات تدخل. اللي وقفت وقفة وقفة كبيرة ووقفة حقيقيا تعد اه هيكل مسؤول مع القيادين الامنيين الصابر والسياعي مات. اه بالحقيقة. معنى كل انسان يخو حق والمحامين زادة اللي انتصروا القضيتهم اللي كانوا من لون نعرف ولها عادلة. اي 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 نحنا طويش بدنا على موضوع كيفاش تهز ناس وتعطيهم التهم اللي يعمل فيها طول يوم رئيس الجمهورية. اللي عمل فيه وزير الداخلية انت قلت لي او قال وقال. لا هي 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 شبهات اللي واجه الاتهام هو القضاء. يا ودي ما تعمل شبهات شب دخلك في الشبهات. انت عندك ملف قضائي عايش خوية. نهز الملف القضائي بيكمل الهدوء. هذي دولة القانون. ودولة المؤسسات سمحني سمحني. انا عندي مشكل مع سيعي صام. سيعي صام نعتبره السيدي حشيك وحشا قدر اجرم ما ثم في البلد. اي نخرج نقوله في التلفزة. لا. ونخرج نقوله في مؤتمر صحفي. لا. انا نولي امني انا كصحفي. امني. ينشو عني الحق انا كصحفي. انا كصحفي معلومة. لا. احب المعلومة. معلومة. معلومة. احب داخلية يعطيني عليش وقف نرديل بخير. لا. لا. يعلن ايقافه سمحني. يعلن على ايقافه. هذا ما حقه. ولكن يوقفه بموجب نيابة اممية. وبيموجب تقتلية. لا. كلمة مهم. ثم سمحلي ثم يمشي هز للقضاء. ما يقول ش راو عمو مزور. شو اسمعنا راو عنده دخل بالارهاب. وعنده دخل بالتزوير. والتدليس. هاو شو مش مزير القضي. بربي بربي سمحك. سمحلي العدالة والضغط وذي كل كله. مش الضغط. اهما. توجيه تهم يا حبيبيبتك. يا سي صالح. يا سي صالح. يا سي صالح. راو راو الوزير الداخلية وقت الاخداء القرار. فما خطوة قام بها. اللي هي خطوة استثنائية. ما عملوهاش اللي قبل وقت اللي اخداءوا قرارات في حق رجال اعمال في حكومة السجاد مثال. اللي هي. تبريل اذي راو. لا لا. اه بش نجيك. لا تبريل. بش نجيك. فما خطوة. اللي هي شنوة الخطوة. شنية خطوة. اي قولي شنية قولي. اللي هي. انت في قرارات لاخداءهم في علاقة بالاقامات جابريل في حكومة ديو الشهد. وقت نعاود نقول لك انو سي نرديل بحيري كان وقتها فاتقنات وكانت ال الناس الكل موجودة ما تكلم حد. وقتها. اليوم شنو ساة. وقتها شنو ساة. تعديتك الاقامات. حتى واحد محكي عليها. وحتى واحد مطالب الجيات السياسية بالتوضيح. هاو اليوم واحدة وزيرة الداخلية. خرج عمل نقطة اعلامية. وضح. ومش خاف التفاصيل. اعطاه قال راول يكفلوا القانون. قال راول اخذين القرار هذة بناء على شبهات في كده. وولي علمك راول ملف منشور من الفين وسبعتاش. على الذمة الوحدة الوطنية اللي بحادثة جرائم للرهاب. بالقرجاني بموجم تعليمات النيابة العمومية. ينجم يكون راول الانسان متهم في ملف. لكن قاعد يقوم باعمال من شأنها انها تمثل. تشكل اختار على الامن العام. كما نقول لك والنظام العامين. كما يكفلها القانون. القانون خول لوزير الداخلية مثل هذه الاجرائات. يعني القانون. واضح. مش بالاختطاف. مش بالاختطاف. يعني سارع المشكل في القانون. مش مشكل في الممارسة. نازلنا مواصلين في نقاشنا حول هذا الموضوع غيره من النقاط المتعلقة بمحور هذا اليوم في برنامج هونة تونس المناظرة وزارة الداخلية. ودورها في الحياة العامة في تونس على امتداد العشرية الماضية. وايضا خاصة بعد 25 جولي 2021 اكثر تفاصيل مباشرة بعد الفاصل.